يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيها ناقيم وأغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم ما كموا وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قوص المدينة رجل يسعى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة آلهة يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فنك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتى للاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محطرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على لرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون هاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كهانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبغصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُنُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشى أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون